أهلا وسهلا بكم أحبتنا أينما كنتم معكم زياد طارق رشيد ويوسف نبعة مرحبا يوسف مرحب زياد شلونك الحمد لله أنا كل الزين أنا كل شي ما أعرف اليوم ترى يوسف هو اللي مستضيفني يعني أنا اليوم بس اختاريت الأغاني اللي أريد أتأحشي عنها الباقي من إعداد يوسف حبيبي أنت أنت أبو البيت شكرا جزيلا إذن يوسف أنت حشينا اليوم ليش مستضيفني شكرا يدني اليوم لا هي أكو فقرات هوايا طرحت علينا بالفترة السابقة أنه إذاعة فن بغداد شلون نشأت شلون صارت والله يرحمه عندي طبعا يشرح هذا الموضوع في وقتها بس أكو كثير ناس ما متفهمين أنه مثلا شون كان يمشي البث الإذاعي لإذاعة فن بغداد إذاعة فن بغداد صحية كانت تنشر شي مباشر بشكل مباشر لكن كل المادة الإعلامية أو الغنائية اللي كانت تبدأ بيها هي مسجلة مسبقا وبعدين يتحدد إلها وقت على مو يبثوها إلى الناس من هذا الباب ولأنه أنت واحد من أعضاء أف أم بغداد جزء من عدهم وشاركت وياهم فأنت راح تشرح أنه شلون كان هذا العمل يمشي بأي صيغة بس قبل كل شي إحنا أول مرة دي نعرف منه أنت أنت زيال طارق رشيد شلون بديت العمل الإعلامي أوكي جيد سؤال جيد صار عندي حب وشغف من الطفولة للأغاني الأجنبية والأفلام الأجنبية بسبب والدي وعند التعليم يعني الثقافة الغربية جدا قوية فكان دائما يعني في بيتنا عدنا ألفاس برسلي فرانك سيناترا إنجلبرت هامبارتنيك كل كل هذول النجوم اللي كنا نسمع بيهم نجوم الخمسينات والستينات كانوا في بيتنا يصدحون سواء عن طريق الاصطوانات أو عن طريق هذه البكرات إذا تذكر يسموها البكرات تذكر البكرات يسمع عن بيع الشرائع ايه بالضبط وبعدين نزل الكاسيت ايه بالضبط احنا جيلنا عاصرنا كل هذه الأشياء يعني عاصرنا البكرة وعاصرنا الاصطوانة وعاصرنا الكاسيت وعاصرنا بعدين السيدي إلى أن صار الآن كل شيء ديجيتال ورقمي فهذه الفترة أنا بطفولتي يعني كنت أترعرع بالبيت وأسمع هاي لغاني الأجنبية وذكر حتى بابا يقول لي أنه أنت يعني ما كنت تنام إلى أن أغني لك يعني يقول لي لما كنت أحطك بالكاروك ظل قاعد أغني لك أي شيء يعني هل هو حافظة يعني شيء يجيب باله شيء ألفس ولا إنجيلبيرت ولا أي شيء يغني أنا أغني لك ماما زمنها قاعد؟ لا لا يغني هل هو الشيء اللي جمعاتي يقول عبد الحليم ممكن أي شيء أي شيء يجيب باله يقول لي على الغنة تنام غير شيء آخر ما تنام فهي شيء يعني قصدي تربيت بيت بي موسيقى دائما فلما كبرت بديت أنا نفسي أصنع يعني مكتبتي الموسيقية الخاصة فمن بداية الثمانينات يعني بداية انطلاق الـMTV وانطلاق هذول المغنين اللي بدأنا إحنا سن معجيلنا يعني أول ما دخلنا فترة المراهقة أنا موليد 68 بالمناسبة فأول ما دخلنا فترة المراهقة هذه دخلت مادونا ودخل مايكل جاكسون ودورج مايكل وكذلت ودورج مايكل ولورا برينيغن هاي الأسماء كل هاي الموجودة فيه كلهم أبناء الـMTV يعني الـMTV جابتهم وصنعتهم فهذه الـMTV رافقتنا بدينا أيضا نجمع إحنا بزمننا ظهر الفيديو كاسيت بس قبلها لا تنسى إنه كانت إذاعتين أساسية إحنا جنا نسمعها على القنوات الأوم وعلى الراديوات هي إذاعة المونتي كارلو اللي هم كان إنه دور كل الشبير جدا إنه نقلت إنه هاي الثقافة الغربية إنه بالضبط والبي بي سي العربي بس ما توصل مستوى المونتي كارلو للمونتي كارلو متناوعة بالضبط بي بي سي أكثر شيء إذاعية سياسية إخبارية أكثر بس مونتي كارلو إذاعة صوت أمريكا في وقتها نفس الحالة صح بويس أوف أمريكا أيضا كامل بويس أوف أمريكا كانت تنطيق بعض الأغاني اللي هي صح في وقتها كانت هو صح وبعدين لما طلعت الأفم أعطتنا ما نريد من هاي الثقافة بالضبط بالضبط وهو لما يعني كنا نسمع هذه الإذاعات أكيد صار عندي يعني شغف بكل هذه الموسيقى الغربية فبديت أصنع الكوليكشن الخاص ماتي يعني قمت آني أشتري كاسيتات وأجمع وبديت أحب مادونة وتعرف وجورج مايكل وأبدي أجمع هذه الكل الكل بالضبط أكيد يعني في هذه الفترة أيضا انطلقت إذاعة أف أم راديو باكداد بس أنا ما كنت في وقتها لسه صغير يعني كنت بالمراهنة تمام أول ما بداها شامل سرسم وشميم رسام وانطلقوا بها للإذاعة وكانت الفكرة هي أن تكون أغاني أجنبية مع أخبار العراق باللغة الإنجليزية هي فعلا كانت موجهة للجالي الأجنبية للجاليات الغربية المقيمة في العراق لكل من هم غير عربي يعني تعرف كانت بالعراق يام زمان السفارات الأمريكية والبريطانية والفرنسية كل الدول يعني كانوا موجودين كان هذا الهدف فكنت أسمع أيضا أف أم راديو باكداد وعندي حلم تخيل أنا من طفولتي عندي حلم أنه لازم أكون في هذه الإذاعة في يوم من الأيام راح أشتغل بهذه الإذاعة فكنت أجيب إذا تذكر المسجل أبو الكاسيتين طبعا الشارب وأحط كاسيتين به واحد أخلي به أغاني واحد أذيع عني بصوتي وأقعد أسوي برامج كأني شو مثل طلبات المستمعين أو أقدم ألبوم معين أو أشرح عن مطرب وحط له الأغنية وسوي برامج يعني ويا روحي وبعدين أسمعها وبعد أسمعها الأبوي وأسمعها الأصدقائي أعيش الدور أنه أنا يعني هي كانت هي موهبة تحولت إلى هواية وبعدين هاي الهواية تحولت إلى حرفية اللي هي مثل ما هي أسألت عليها صح صح فهذا ولد عندي حب آخر للغة الإنجليزية لأن لغتي الإنجليزية قوت بسبب الأغاني والأفلام أكيد بالضبط مع ظهور الفيديو كاسيت كنا نسجل يعني لما كان منه يسافر سواء والدي أو أصدقاء والدي أو أقرباءنا يسجلون برنامج Top of the Pops على الفيديو كاسيت ونتبادل إحنا الأصدقاء واحد يسجل من الأخ إلى أن أعلص الفيديو هاي رحل أقب أبو عداي يقول يقول زياد قدم برنامج Music Box قدمت كثير برنامج صح وكانت يعني هذه الحقبة اللي قلت لك صنعتني إعلاميا شوية شوية فبديت وراها دخلت كلية الأداء بقسم اللغة الإنجليزية لأنه كنت مصر أدرس اللغة الإنجليزية وتخصص بها فتخصصت بالأداء بالإنجليزي والترجمة وبديت وراها تخرجت ما ريد أطول القصة على الجمهور هاي حلوة خلي نسمعها كل شي حلوة ما إذا أحكي على الأفأم أكثر ما أحكي على روحي هاي الفترة اللي هي فترة التنشئة يعني أنا أسميها الطفولة الإعلامية فترة التنشئة كنا نسمع بها الأفأم كلها إذا أنا تخرجت من السادس عدادي أنا على الأفأم حتى بسبب الأفأم ما جبت معدل عالي جبت معدل بالإثمانينات وراحت أداء بإنجليزي أنت لحكي على هذا الموضوع أنا بالامتحانات البكالورية أنا عندي الستيريو نيشنال الدبل كاسيت الجديد اللي ما أخذي جديد أنا كان عندي شارب سويت قلت لهم الأهلي أخذوا هذا المسجل ودوا ببيت خالتي على مود ما أسمع أغاني أيه جمبيتنا على مود أدرس البكالورية ايه صح وهذا اللي صار فلما دخلت الجامعة بديت هنانا يعني خطوات حفيفة باتجاه دراسة الأدب والترجمة أركز أدب ترجمة أدب ترجمة فلما كنت آني بقسم اللغة الإنجليزية آه هاي ماما نطتك شهادة تقول لك زياد أول كلمة نطقها هي بقور يعني مغرور لعبد الحليم هل قد ما بابا كان يغنيها إلك بالكاروك حتى تنام يا أهلا وسهلا بام زياد ماما أهلا وسهلا هاي شهادة من ماما جتك فتخيل أول كلمة نطقتها مغرور لأن بابويا تشاري غني لي مغرور المهم لما دخلت الجامعة وتخصصت باللغة الإنجليزية والترجمة كنت أريد أصير مترجم بس ما أعرف شلون يصير الواحد مترجم أنا بعدني لسه طالع من البيضة يعني مثل ما يقولون ففي وقتها صدر قرار من الدولة في ذلك الوقت خريجين الأداب الإنجليزي والعربي والرياضيات أعتقد لازم يدرسون ثلاث سنوات ويجيهم إعفاء من العسكرية وبعدين ورما يدرسون ثلاث سنوات يلتحقون بالجيش تمام إجانا إعفاء كنا إحنا خريجين الإنجليزي والعربي والرياضيات وبدأنا ندرس قرى وأرياف فأني اختاريت مدينة ديالة محافظة ديالة مدينة بعقوبة ودرست بالتحديد بمنطقة الخالص قرية اسمها العنبوغية أجمل أيام حياتي كانت هناك أمو البرتقال عشت الريف وعشت الحياة الريفية وتختلطت بالناس وكان حب غير طبيعي صار بيني وبين الناس ولأول مرة بحياتي كنت أشوف ثانوية مختلطة لأن قرية صغيرة فالثانوية كلها مختلطة ولد وبنات من أول متوسط إلى سادة سعدادي وكلهم قرايب ابن عمك ابن خالك كلهم هالشكل صح وكانت يعني من وش بعت رمان زينة تقول بالضبط يعني كنت أحب حبيت هاي الفترة من حياتي درست سنتين بالسنة الأخيرة وأني داخل ع السنة الأخيرة انفتح تلفزيون الشباب اللي هو بالواحد سنت تلاثة وتسعين تلاثة وتسعين تلاثة وتسعين تلاثة وتسعين أنا واحد وتسعين تخرجت من الجامعة وصرت مدرس يصح بالتلاثة وتسعين وبعدين انفتح بـ 17 تموز 1993 انفتح تلفزيون الشباب وفترة الافتتاح أنا طبعا كنت بعيد كل البعد عن هذا الجو أنا بالجامعة قاعد أدرس متخصص باللغة وأدرس فكل موضوع الإعلام ما كان في بالي إلى حد ما صار أذكر أول أيام من انفتح التلفزيون صارت مشكلة نعرف فيلم غير مترجم أو شيء وطلع بـ كان بلقطات غير مناسبة غير مناسبة ذلك الوقت أنا كنت بعدني مدرس وكننا بالعطلة الصيفية كان يعني أنا كنت رجعت بغداد ما كنت بديالة لأنه العطلة الصيفية فكنت ما أزال في بيتنا في بغداد وتصل بي صديق في وقتها من بعد ما صارت هذه المشكلة قررت إدارة التلفزيون أنا لحد الآن هنا أنا أنا ما لعلاقة ما أعرف شيء عن التلفزيون يعني هذا على التلفزيون ولا على الإذاعة أنت بس لا على التلفزيون 1993 يعني بعد أقل من شهر دعنا نقول أقل من ثلاثة سابيع ما تصلوا بي صارت هذه المشكلة وقرروا يفتحون قسم للترجمة حتى يصير فحص وترجمة على الأفلام أذاعوا إعلان بالراديو أن تلفزيون الشباب يطلب مترجمين في ذلك الوقت هذه بالدايتي كانت مع الموضوع حتى هذا الإعلان أنا ما سمعته صديق إلي هو سمع الإعلان وخبرني على البيت ما كان عندنا موبايلات أكيد خبرني على البيت قال لي ترى دي طلبون مترجمين تلفزيون الشباب وكان بوقت تلفزيون الشباب يعني واو يعني العراق يعني صار في عاصفة يعني من التغيير في ذلك الوقت فقال لي روح قدم مدام انت كاتل روحك وتريد تصير مترجم ويشي هاي خوش شغلة فأنا فكرت قلت والله يعني هم أفلام وفرصة يعني الثنين أترجم أفلام أنا أمش أقل أفلام بالضبط وأترجم أفلام أكو أحلام إنهي شي فرصة رحت وقدمت جوي ناس في وقتها مجموعة بس أنا الوحيد نجحت بالاختبار ما عرف ليش ما عرف شنو اللي صار فقلوا لي بس انت اللي راح تشتغل اشتغلت في ذلك الوقت حتى ما كان أكوه بلشت شغلي بالضبط بالضبط يوم خمسة ثمانية الف وتسعمية وثلاثة وتسعين يعني قبل عيد ميلادي بيومين بالضبط بلشت مع الناقد السينمائي الله يرحمه سامي محمد أبو أسيل اللي كان فيه تلفزيون العراق أي الله يرحمه لأنه كان ما عدنا قسم ترجمة في تلفزيون الشباب فوين دربوني دربوني في تلفزيون العراق القناة الأولى يعني تمام مع أبو حيدر عدنان إذا تذكروا أيضا هو مترجم وكان رئيس قسم الفحص والترجمة وأستاذ سامي محمد إذا تذكره كان يقدم برنامج أوسكار وكان عنده برامج يقدمها على فبديت بذلك الوقت أتدرب على إيده أريد أتدرب على التقنية الجهاز شون أسجل الترجمة مع الفيلم لأنه ما عرف هاي التقنية كان شي جديد عليها أنا نجحت بالترجمة كم مترجم بس بقى الآن أتدرب على الأجهزة والتلفزيون هذه ما عرفها فقلت لك دازوني أتدرب هناك الحمد لله اشتازت التدريب بنجاح وبديت أترجم وترجمة أول فيلم وانطلق بديت وراها كل يوم أنزل فيلم كل يوم أنزل فيلم وحدي أنا القسم وأني الموظفين في ذلك أنت مصيدرة عليها الوحيد فكنت أختار أحلى الأفلام كنت أختار أحلى الأشياء اللي تنزل في وقتها كلها جديدة والحلو أيضا يعني أنطوني يعني حرية بالاختيارات زيني شون حولت من قسم الترجمة وتحول إلى صار إلى تلفزيون الشباب يعني هي أعتقد تلفزيون الشباب يختلف على على أفهم بغداد تمام وهذا قسم وهذا قسم إذاعة مكاملة مختلفة ما العلاء يعني تابعة أي يعني تلفزيون الشباب وتلفزيون العراق هي كانت اسمها المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون فكان فيه تلفزيون العراق إلى مدير عام والإذاعة العراقية أيضا إلى مدير عام منفصل أفهم ريديو بغداد في ذلك الوقت قبل ما يصر تلفزيون الشباب كانت ملحقة بإذاعة بغداد وكانت تابعة للإذاعة فمن انطلقت أنا بالتلفزيون الشباب يعني كمترجم وبدأ اسمي يطلع والناس كلها في ذلك الوقت يمدحون يقولون يعني ما شاء الله سرعة بالترجمة ودقة وكذا يعني كثير استمعت مديح الحمد لله بضمنهم أيمن الحلو الناقد العراقي الكبير يعني كتب مرة عني مقال بألف باء عنوان المقال تحية إلى زياد طارق رشيد فكنت يعني هذا كان شرف كبير جدا وأنا ما كنت أدري أيضا لأنه رحت الصبح أذكر أمل طاها الله يرحمها الممثلة العراقية الجميلة لاقتني كانت تقولي زياد ها شنو أكاتب عليك أيمن الحلو مقالي خبل قلت لها أنا طبعا قاري أيمن الحلو بس ما حرف تأثيرها الإعلامي أيمن الحلو قلت لسا جديد يعني قلت لك طالع توني من البيضة فقلت لها أيمن الحلو منه قالت لي هذا ناقد كبير جدا وهذا هذا اللي يكتب عليه يعني راح يعني أموره كلش طيبة كان المعروف عليه يسموه ناقد بلسان سليط بالضبط المعلوم عنه يعني بالضبط فأنه لما يكتب مقال تحية إلى زياد طارق رشيد قلوا لي أنت يعني كلش محظوظ أذكر بوقتها كانوا يقعدون برا على الرصيف مو عن الرصيف يعني أكو بالممر الداخلي مع الإذاعة والتلفزيون عز الدين طابو كان قاعد الله يرحمه الممثل أمل طاها كان مخرج اسمه خطاب عمر مدى تحضرني الأسماء كم شخص كلهم كانوا قاعدين مع بعض وكلهم شالين مجلة ألف باء ويقولوا لي شوفش كاتب عليك أمين الحلو المهم هذا النجاح هذا اللي حققته أنا بهالفترة القصيرة نبه منه نبه كادر إذاعة أف أم إذاعة أف أم صباح 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 وسع siempre صباح حاشم أمين أو اللقب صباح أف أم يعني صباح أف أم إلا الدور اللي هو الأساسي في نشأة إذاعة أف أم هو أساسا هو أساسا هو وعدي اللطفي الله يرحمه عدي لطفي يعني إلهم دور ما ممكن ينسي صباح أف أم وعدي لطفي وست شامي مرسام حسنا عديك في وقت أقلي ستشامي مرسام جدت في فترة ما وقد فترة قصيرة وبعدين غادرت لكن الحمل الثقيل صار على صباح وصار على عديك صباح كان مهندس طيران مديني وكان يسافر كثير للولايات المتحدة فلما يرجع كان يتجيب ويا دائما استوانات يعني هو كان الرافض الأساسي للأغاني الجديدة بأفأم راديو باكداد يعني كل ما يسافر يرجع جاي بويا كمية استوانات فضيعة لآخر الألبومات اللي تنزل وإحنا كنا كنا نستفيد منها يعني هو أسس مكتبة خرافية للأفأم فالمهم انتبه صباح على هذا الشغل خاصة لما بديت أطلع أقدم برامج بصوتي بعدها هذا موضوع آخر لازم أقوله أنه كنت أحب أذيع أيضا وكنت ممنوع من الإذاعة لأنه بعدني ما متدرب على هذا الشي فمن مرة قدمت برنامج بصوتي بتلك الفترة نفس الشي هذا كله احنا بعدنا بال93 يعني أنا كنت أشتغل من 9 الصبح إلى 12 بالليل يوميا بإذاعة وتلفزيون العراق فقررت أن أقرأ بصوتي أحد البرامج اللي كنت أنا ترجمتها وكان في وقت برنامج عن السينما لأن بالبداية كان لازم كان عندي برنامج بديت انطلقت بي أيضا إضافة للأفلام أسست برنامج اسمه بالبداية كان اسمه عالم السينما وبعدين حولته إلى العالم سينما وهذا البرنامج ما حبيت يقرأ أي موذي عاخر لأنه حبيت شفت الطريقة اللي كانوا يقرولي بيها برامجي كأنه ده يقرأ نشرة أخبار في حين هو أنه برنامج سينما بيتسوي لروح جديدة أسلوب جديد بالألقاء فقمت رحت سويت قريتها بصوتي فمن قريتها بصوتي فوجئت أنه أول يوم رجعت للدوام أمر إداري بمنع زياد طارق رشيد من قراءة أي برامج في ذلك الوقت كان جواد العلي الله يبكره بالخير عايش الرجال ما يزال هو كان رئيس أو مدير إذاعة مدير تلفزيون الشباب في ذلك الوقت لأن في ذلك الوقت كان تلفزيون الشباب متنوبين عليه التلفزيون العراق وأيضا هو كان مستقل تعرف كان تابع بالبداية إلى اللجنة الأمم بس الاثنين كانوا يديروه يعني يجبون مدراء منا ومنا يروحون ويجون لأن كان في بداياته في ريديو قف على رجله فالتلفزيون العراق ساعدوا بيه وايا فجواد العلي فجأة أمر إداري طم طب وجهي أنه أنت ممنوع من القراءة فقلت له إذا تمنعني من القراءة على اعتبار أنه أنت كنت غير متدرب لأني غير متدرب لا لأنه غير متدرب غير متدرب لأ لأنه غير متدرب فقلت له على أي أساس أنت تمنعني من القراءة أنا شنو سويته قل لي أنت ما متدرب صوتك حلو الخامة حلوة لكنه أنت ما عندك القابلية أنه تقرأ قلت له طيب مو تقمعني هالشكل وتقول لي روح يعني بطل ساعدني قلت له أنا هذا حلم حياتي أنه أنا أكون معد منتج برامج وأكون أيضا مقدم برامج فما تقول لي أنت روح بطل وتقمعني بهالطريقة قل لي يعني شنو ستقصد قلت له إذا ما تخليني أذيع برامجي أنا حاستقيل وأقعد ببيتي قل لي لا يمعود صدق قلت له زين لعد إيه ساعدني أريدك ساعدني هيك ما ما عرف من وين إجتني هذه الجرأة وحجيته يا أبو سجى الله يذكره بالخير جواد العلي بهذه الطريقة فقل لي طيب رح أدزك إلى إذاعة بغداد روح على فريق عبد الرحمن المخرج الإذاعي العراقي المعروف جدا الله يذكره بالخير أو الله يرحمه إذا مات ما أدري روح على فريق عبد الرحمن وقل له أبو سجى دزني عليك يريدك الدرب لي فضافني مع فريق برنامج أضواء على الأحداث إذا تعرفه كان يطلع بإذاعة بغداد في ذلك الوقت ودربتني في ريال جاسم المذيعة العراقية في ريال جاسم ودربني خالد اللي كان أصلا فلسطيني المذيعة أيضا العراقي نسيت اسمه ما أذكر اسمه عوذ بالله من الشيطان نسيت اسمه راح من بالي هسا أذكره شوية شوية المهم الفريق العملي الإذاعي اللي يشتغلون على برنامج أضواء على الأحداث بدأوا يدربوني على الإلقاء شانوا يسوون من يقرون يقرون البرنامج يقرون التقارير هي تقارير كلها مسجلة تكون أخبارية يعني شان كل شيسر أحداث خلال اليوم يأخذون مثلا فدع عشر أخبار رئيسية يسوون عنها تقارير وتبث على مدى ساعة وتذعب الإذاعة وكان يخلوني أسمعهم أثناء ما هم يذيعون وأني بس أشوف شون دا يقرون طريقة الإلقاء بعدين يختارون واحد من اللي قروهن كل هني اللي يسجلوها ويدخلوني يجوا بالستوديو ويقولوا لي أقعد أقرأ عيدة شون إحنا قرينا أسوي مثلنا فبديت أسوي مثلهم وبعدين يسجلوني وينتقدون أوكي؟ كان هنا لازم توقف هنا توصل هنا لازم أكون قاطئ يحطوك على الطريق الصحيح شوية 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 طولت تقريبا يعني ظلت وياهم تقريب أسبوع ورها قريت تقرير من دون تشكيل يعني من دون حركات ومن دون ما يقروهن سابقا يعني يعني زين وسجلو ودزو لي طوني البكرة بيدي قالوا لي هايشة هات التخرج بالك رح وديها لأبو سجاء وديها لجواد العلي قل لا زياد صار أوكي خلاص فرحت وديتها على لجواد العلي الله يذكرها بالخير أو الله يرحمها والله ما أدري بي رجال عايش والمات فقال لي هو قاعد يسمع حط هاتفون هالشكل شغاله بالبكرة شانيسمون نقرة قبل أو بكرة حط الهاتفون وهو بدي يسمعي يسوي لي هالشكل وما خلص طفاه قلت له شو طفويته قال لي هاي روح سجل اتهت أوكي تمام فقلت لك ورا هاي الفترة يعني من بدأ زياد يطلع صوته صورة وبدأ يترجم أفلام وكل شي صباح انتبه بسحبك بالضبط هذه الشي الفترة لا مو سحبني لكن بدي يدخني للأفأم عن طريق لقاء سواه هو ويايا انه انت شلون يعني شون هستت تسوي يا لقاء يعني بدي يسألني على هاي الأمور انه اش حببك بالموضوع واش معنى اختاريت الأفلام وحتيلي شون ده ترجم الأفلام وكل هالأمور لقاء كامل بالانجليزي طبعا هو كان مخرج البرنامج بس اللي التقت بي ويايا ابنية كانت عراقية من عدهة جنسية الأسكتلندية ما طولته هاي بالأفأم وجدت بسنة 93 لفترة بسيطة وراحت يعني هي من عراقية من اسكتلندا كانت تحب المتل دائما حتى شعرها هي شي تسوي سرح وطويل كل شي بسويته مثل فرق المتل حتينا بهذا الموضوع عد هذه هي كانت بداية الأف بدايتي مع الأفأم هذه كانت أول دخلتي وياهم بتقريبا نهاية 93 يعني ظليت بها الفترة تقريبا 3-4 شهور وياهم ويا تلفزيون الشباب بعدين صرت ويا الأفأم وبعدين انطلاقت انطلاقت بس ما تركت التلفزيون تلفزيون تلفزيون ببابط يعني نشتغل هنا وهنا وإضافة لها شي ثالث أيضا اشتغلت بإذاعة العراق الموجهة باللغة الإنجليزية كنت مذيع أخبار فكنت أشتغل بثلاث مكانات داخل نفس الإذاعة والتلفزيون برامجي الرئيسية ويا تلفزيون الشباب أفأم راديو باكداد والإذاعة الموجهة كمذيع أخبار أي واحد من عندهم كان له مثقل أكبر عليك بالشغل طبعا تلفزيون تلفزيون أكيد من الأخص بالترجمة اللي هو ترجمة الأفلام أي طبعا لأنه بعدين القسم الترجمة كبر وقمت أعين مترجمين آخرين وصرت آني رئيس قسم الترجمة فزادت المسؤوليات كل شهواية لكن الأفأم من أسسنا قسم الترجمة هنا أريد أقول لك موضوع حلقتنا اليوم إنه شلون كسرنا الحصار وكل هذا في هذا الوقت العراق كان تحت حصار اقتصادي أنت تذكر كل الزيب ونفتح تلفزيون الشباب كل صعوبة تحصل على المادة الإعلامية من أصحب ما يكون بالضبط كان ممنوع أبدا علينا نجيب أفلام ونجيب أغاني ونجيب لأن الحصار كان مو بس ثقافي كان حصار فني وثقافي واقتصادي وعلمي وكل أنواع الحصار يعني 33 دولة والأمم المتحدة كلها محاصرة العراق فالفكرة كانت من تأسيس تلفزيون الشباب هي أنه كسر هذا الحاجز أنه خلص تقولون ما تجدون يعني نفتح عيننا على الثقافة ولا نشوف جديد يصير بالعالم إحنا سواعدنا راح نسوي هذا الشيء فبداية كسرة الحصار الثقافي بهذا النقطة من خلال تلفزيون الشباب كانت عبر تأسيس قسم اسم قسم الأقمار الصناعية يمكن الناس ما يعرفون هذه التفاصيل هاي التفاصيل ما يعرفون هو التفاصيل اللي احنا سريد ندخل بها قسم الأقمار الصناعية هو عبارة عن قسم كبير جدا بكل إذاعات والتلفزيونات العالم تجي عبر دشات وساتيلايتات وكانوا يسجلون ما يبث على القنوات العالمية اللي كان يقولون علينا أنه ممنوع تنشرها على أساس أنتم عليكم حصار ولا يخلونا كأننا نستورد يعني سابقا كان العراق يستورد المواد الفيلمية تعرف من أوروبا من أمريكا ومن مصر من دول عربية هذا كله كان مقاطعينا يعني إحنا ما عدنا ما نقدر فإجا الأمر أنه خلص إذا نسجلوا ونزلوا وما عدكم مشكلة إحنا يعني كدولة نحمي هذول الموظفين وكسروا الحصار بهذه الطريقة فصارت قسم الأقمار الصناعية ارتبط بي منه ارتبط بي قسمي آني قسم الترجمة ترجمة نخذ منهم الأفلام والبرامج والتقارير وإذاعة أفأم بغداد وإذاعة أفأم بغداد أيضا ارتبطت وياهم بس الإذاعة بعيدة يعني كلاوكيشن كمكان الإذاعة ماشي هواية يعني خلونا نقول تقريب 250-300 متر ماشي بين مركز ستوديوهات إذاعة أفأم راديو بغداد وقسم الأقمار الصناعية فمنه كان الكل نكشن واللينك بين الأفأم وبين الأقمار إحنا جماعتي جماعة أفأم جماعة قسم الترجمة فكنا دائما نرفضهم للأفأم كانوا مرات أكو أشياء ما ما يدرون بيها أوكي ينبهم ترى نزلت أغنية فلانية اسمها كذا كذا يغنيها المغني الفلاني هذه الأغنية الآن صارت نمبر وان صارت فتشي كلش قوي وأذكر أول شغلة سويتها بهذا الموضوع بسنة 93 I will do anything for love مع ميتلوف 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 شنو اللي صار خلي أحشي لك القصة حتى نسمع الأغنية ميتلوف هذا كان أول شون أقول لك أغنية تقدمت للجمهور العراقي عن طريقي وتقدمت فيديو أول مرة وبعدين صارت علي ذا عدفين بغداد فيديو لأنه أنا سويت برنامج أيضا على التلفزيون سميت سويت اثنين طلبات وواحد سميتها العالم موسيقى العالم موسيقى أي وكان واحد اسمه طلبات طلبات المشاهدين الطلبات الأجنبية أذكر كان اسمها بس طلبات الأجنبية ما كان اللي بيدور قوي لأنه كان يسوي قسم آخر ياخذون اتصالات من الناس كان أكو قسم اسمه مع اسم الاتصالات الناس يخابرون ويهدون اهداءات أنا بس يقولولي قطينا أغاني فقط قطيهم الأغاني مسجلة على تيب تشبير اسمه اليوماتيك اسمه المهم فالأف أم يوم من الأيام صباح يجع عندي للأقمار على قسم الأقمار الصناعية يعني فصباح دائما خطيئة شايل البكرات ماتة يجي يسجل يمليها نعبيل هي وهو ياخذها ويوديها للإذاعة يفرغهم فإجا دخل عندي قطينا صباح طبعا سوري قلت لك صباح للا يجي تحت شوية وقدت لك صباح تعال أكو أغنية تخبل يجي ويجي اسمها وعنوانها وكذا قال وين شغلها نسمعها فأني شدت مسجلها على اليوماتيك سجل حطيتها بالفيديو مباشرة وشغلتها بالتلفزيون تشبير قطينا اسمعها فبدأت الموسيقات فالصباح انبهر واو شنها الأغنية طبعا وراها ظلت تنعاد على الام تي في لأن الأغنية يعني صارت نمبر وان انضربت بالعالم فقام صباح كل مرة يعوف الشغل ويجيني يقول لي ها طلعت الأغنية أقول لها اسمعها سمعت شوية وتطلع فشن ظل نشوفها طبعا في هلوقت راحت انعرضت على فهم بالإذاعة والناس بدأوا ضبط يعني بوقتها أبو داعيك شغلها بالتلفزيون وشغلها بالإذاعة قلب تدري المرحلة الأخرى شوف أقول لك شيء كان علي معروف في ذلك الوقت من أيام يعني ما بديت العمل الإعلامي بالإذاعة والتلفزيون سامع بالمثل الإنجليزي أنا طبعا طبعا تنسى نفسك لما نتكون هنا مثل جاهل بمحل حلويات بعد ما يعرف شي يسوي خلاص صنسة نفسك فكنت أشتغل في كل مكان يعني قلت لك أشتغل من 9 صبح إلى 12 بالليل شي جنون براتب 5000 دينار يعني كان بغت دولار يطلع على حسب دولار ولا شي ولا شي يعني فتشي رمزي يعني الله يخلي يومي وابوي هم جعلوا يصرفون علي بس فتفقري كلش مهمة يعني أنا دائما أنا حب أذكرها فترة اللي صار القصف على العراق دمروا المكتبة اللي داعت أفهم باذت بالكامل هاي بال2003 قبل 91 هاي بال91 فأنتم من جهة 91 اي 91 أنا ما شنت لس لدخلت الإعلام صحيح بالجامعة تمام بس من رجع بنوا هاي الإذاعة رجع عدي وصباح وياهم المجموعة اللي رجعوا وبدوها من الصفر صح بس هم كانوا أنقذوا المكتبات يعني فرغوا بالكامل جزء منها مو كلها أنا حسب ما الله يرحم عدي ذكر لي قال جينا شفناها ماكو يعني كان واحدا طلع مننا ومننا يا دوب تشتغل ورجعنا بينيناها من الصفر المكتب الإعلامية كانت تعتبر أكتب أكبر مكتب إعلامية حتى بشرح الأوسط راحت بس رجعوا وبنواها وأنت جيت وكملتوا هذا البناء بالضبط فإحنا بدأنا نكمل من وين من قمنا نسجل من هذا الأقمار قسم الأقمار الصناعية أنقذ الأفأم جدا يعني رفعها من جديد فكنا نطلع الأغاني أول بول كل ما ينزل جديد بجديد لذلك الآن أنا من بعض الأصدقاء يكتبون يقولون ليش تعطون أغاني جديدة هذا أفأم راديو باكداد لازم نلتزم بس بأغاني ثمانينات والتسعينات بالجروب يعني عدكم أقول لا هي الأفأم إذا باقي إلى اليوم كان لسا تطلع أغاني جديدة كل هذه لأننا بوقت نطلع أحدث ما ينزل للناس يعني أول بول مثل ما قلت لك هاي أغنية ميتلوف اللي سمعتوها الآن أول ما نزلت يعني العراقيين سمعوها ويا ما سمعتها أوروبا وأمريكا بالضبط فالمهم أنا ما جنت أحب أقيد نفسي بشي واحد لكنت أقبل أصير بس مترجم أفلام ولا ممكنت أقبل أصير بس مذيع برامج ولا أكون بس مذيع أفأم كنت أحب أسوي كل شي يعني تعلمت الإخراجة تعلمت الإعداد كنت أريد أسوي كل شي فقلت لك من ضمن الأمور اللي سويتها ذكرني بيها موضوع كوفي عنان طبعا الترجمة الفورية ترجمة الفورية أنه حتى بالجامعة مجت أقبل بس أكون طالب أدب إنجليزي تتأضرب محاضرات بقسم الإنجليزي وأحضر محاضرات ترجمة فورية بقسم الترجمة ودكتورة رانين قال ليطيها الصحة والعافية موجودة حاليا عندنا بأوتوا بكندا هي كانت أستاذتي بالترجمة الفورية هناك وكانت جدا معجبة بهذا الشي اللي عندي أنه حبي للترجمة الفورية رغم أني مجتنة طالب ترجمة مجتنة طالب أدب إنجليزي فمن صار موضوع كوفي عنان وبدأوا يسوون قبل كوفي عنان بدأوا يسوون برامج أني اقترحت عليهم أنه جيبوا الضيف بالإنجليزي مو مشكلة خلوا يطلع لايف وأنا أترجم فوري بالباغراؤن وسويناها كان يجبون ضيوف فترة الحصار من الأمام المتحدة ضيوف أجانب من اللي يزورون العراق تعرف شخصيات لأن كان فترة الحصار وكان مداولات على موضوع النفط مقابل الغذاء والدواء فكانت مسألة كلش حساسة وهذا الحاجة قبل ما يصير موضوع النفط مقابل الغذاء نفط مقابل الغذاء على مواضع ثاني سياسية على موضوع الأسلحة المحرمة وغير المحرمة وإلى آخرة بالمواضيع اللي كانت موجودة في وقتها أي فسويت قمت أقولهم خلي أطلع عادي أنا أترجم فكتمرات أترجم تعاقبي ترجمة تعاقبية يعني الضيف يتكلم جملة ويسكت وأني أترجم ومرات لا أخذها كلها الحلقة كاملة وررر أسويها ترجمة فورية فالمحق اللي كان عندي يعني هاي قمة الرعب اللي صارت ويايا يوم موضوع كوفي عنان من صار الاتفاق مع الحكومة العراقية وطلعوا مؤتمر صحفي أنه توقع اتفاق النفط مقابل الغذاء فاجأوني رأسا أسعد طب على الكاميرا قعدت يلا ترجم لايف فكان موضوع مرعب جدا بالنسبة إلي يعني جسمي كان كل يرجف بعدين علي قبل أن ذكرني مقابلات طارق عزيز طارق عزيز هذا أيضا ترجمها لايف بعدين تعودت يعني طبعا قمت ما أخف بس هذه كان أول مرة بيها رهبة طبعا رهبة رهبة شبيرة ورها لا أصارت عندي المسألة طبيعية من الأحداث أيضا الحلوة اللي صارت أنا قلت لك الأغاني اللي اختاريناها اليوم كلها بيها قصص فحشينا قصة ميت لوف أحتي لكم قصة غانزان روز نوفمبر 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 اللي أنا أعتبرها من أجمل الأغاني اللي غنناها الأجمل الأغاني هذه نوفمبر شاسمة من نزلت ففجأة وفاجأ أنه حشيت عنها العالم موسيقى مثل العالم سينما أخذ أغنية وأحتي عنها يعني شون العالم سينما نقد عن الفيلم والممثلين وشون يصور وشون شرحت على نوفمبر وشون تمثلت في وقتها ومعلومات قمت أحتي عنها وإلا فوجهت أنه إجا أمر إداري بلغني في وقتها مدير التلفزيون أنه إجا أمر بمنع وإلغاء برنامج العالم موسيقى ممنوع شنو السبب بالضبط شنو السبب هي بوقتها بذيك الحلقة إحنا حتشينا على نوفمبرين وحتشينا على جنزان روزز ما قمت أحسب هل أنه دخلوها بموضوع يعني مثل متل وعبادة شيطان ومادري شنو شنو بديت أحسب يعني صار ليش أو كلمات معينة منظم كلمات ومعينة وداما يتابعون هذا الشي بالضبط يعني من ناحية الفيديو إحنا كنا نراقب إذا تكون بها لقطة مثلا تعرف إذا مشهد شرب أو مشهد عميم بين شخصيتين أو كذا هذا كله كان يتقزقز يحطون غير أشياء الوغنية نظيفة نزلت بابها وشكلها كلامها ما بيفت شي إزاي ليش هذه بصراحة قمت خاف على نفسي قلت لي كون صار شي يعني فعموما وقف وقف خلاص شا سوي يعني يجي أمور يعني شا قدر أغير بالموضوع فمن وراء نوفمبر وقف هذا البرنامج دخلت مرة على مدير التلفزيون تعرف كان المكتب مات مكتب عادي مستطيل عند يعني وين ما هو قاعد وقف وقف كان صورة الله يرحب قاعد وقدامه صورة الابن بدون ذكر الاسمع فاني دح شوية قلت له الله يخليك أشرت على الابن قلت له قلت له الله يخليك شوية خلي رجع على البرنامج ترى والله لا سكلا وراسي كل الأصدقاء والمتابعين ورسائل قاعدة تيجي رجعوا البرنامج رجعوا البرنامج ليش وقفتوا برنامج حلو هذا دي يسمعني وساكت لي شعري يقول لي مو هذا اللي وقف البرنامج قلت له عن منه شعري يقول لي هذا لا خلاص انتهلم خالي قلت له يما قلت له لا خلاص انتهلم والله ما بمجال قلت له وصلت للأب المساعدة يعني يقول لي هذا وقف عقول أبين للأب قلت له اسم الأب ولا وطبعا ضحكنا ضحك في وقتها قلت له ما أريد أصلا هذا برنامج سخيف برنامج حقير ما أريد أن يسلم على الأمداد طلغو خلي ولي نعلم فضحكنا جدا في وقتها وكانت هاي ذكرة وينو بلبرين من أحلى المواقف التي شهدت نهاية برنامج العالم موسيقى بس بعدين قدرنا نرجع الطلبات عسى العالم موسيقى للأسف وقف وين اشتغلت زياد تذكر الأسماء اللي اشتغلت وياهم اللي هما من الشباب والشابات في وقتها طبعا مين الموظفين مين صعبون شا شا مين ما لحقت عليها لأنه مين بدت بال93 واني اتركت العراق من نهاية التسعينات انا التحقت بقناة الجزيرة في قطر سنت التسعة وتسعين يعني ثمانية وتسعين قدمت على اختبار ونجحت وكنت انتظر اناقش رسالتي الماجستير واول ما ناقشت سافرة القطر ما لحقت على مين مين اعتقد اجتي بالالفين يعني شنو سبب ضعف البث الاذاعي في وقتها هي بدت بال91 تختلف على ما كنا نسمعها الى حد قبل الضربة الامريكية للعراق اللي كانت بال91 كانت بالتسعينات الصوت افهم بغداد يزجل استيريو واضح ما بي اي شائبة بعد ال91 او بدت من رجعة الاذاع تشتغل اكو بي خلل بالصوت اكو اصوات تروح تجي اكو بيها اصوات شوائب ما تحس انه صوت صعفي صعفي المرسلات انضربت طبعا بعد ضربة ال91 مرسلات انضربت بشكل كبير وبسبب الحصار ايضا من كانت تصير اعطال بالمرسلات وقد استمرت هاي الفترة الفترة كلش طويلة يعني ما تعالجت اي حتى من انفتح تلفزيون الشباب ترى كانوا بس اهل بغداد يقدرون يشوفو بشكل جيد يعني دوب شوية محافظة اليمنة يعني ديال الباب الحلة كان شوية يقدرون يشوفو لكن المحافظات البعيدة كان ما سامعين به اصلا ما يعرفون شنو يعني مثلا الموصل كنت اسأل الموصل اقولهم بتلفزيون شباب يقولون شنو تلفزيون الشباب ما يعرفون عننا يعني يسمعون بي يسمعون يسمعون يوصل يوصل بتلفزيون العراق العراق يوصل طبعا لانه كان البث ما لها يختلف تلت تنسى تلفزيون الشباب كان يبث على قناة سبعة وقناة سبعة تلفزيون الشباب كان يبث على موجة قناة سبعة بالتلفزيون العراقي تلفزيون العام كان قناة تسعة قناة تسعة تبث كل العراق كانت بث هيوصل لكل العراق فلذلك مرسلات تلفزيون الشباب كانت ضعيفة ومرسلات الـ FM تعرف هي FM موجة الـ FM يعني اكيد اذا بيناتنا مهندسين صوت او مهندسين كهربائيين يعرفون موجة الـ FM الهمدى معين يعني من تصير على غير محافظة بعدين لازم تغير التردد يعني اذا التردد هيكون مثل تسعة وتسعين فاصل تسعة بغداد لازم يصير مثلا سبعة وتسعين فاصل كذا بغير محافظة او ستة وستسعين ما ما افهماني بس هذا اللي اعرف مستقيم ايضا اعذروني انا مو مهندس بس هذا اللي سامع اعرف موجة الـ FM موجة تكون مستقيمة فتتعرف الارض كروية جماعة الارض المسطحة يعذروني الارض كروية فلما تكون الموجة راح توصل مرحلة معينة تنقطع هذا ايضا اثبات اخر على انه الارض كروية لانه تنقطع الـ Frequency Modulation يوقف فهي مسألة هذه السبب الحصار كان مضعف الامكانات ما كان يخليها توصل بشكل جيد وحتى كانت الى جماعة بغداد او هي في اطار مع البغداد حتى في المناطق كانت طعيفة جدا انه توصل ما واضحة مو مثل ما كانت عليه قبل بالاثمانينات بحيث ممكن نسجل اي كاسية الكاسية يطلع استيريو او الكاسية يطلع واضح جدا كأن تشتري من اي تسجيلات يعني صحيح صحيح علي سألتني البث هل كان مباشر بالأفم ام هذا سؤال كل مهم هذا البث كان مسجل بالأفم اغلبيت مسجل تمام اللهم يمكن احيانا نشرة الاخبار او مو دائما ايضا كانت حتى نشرة الاخبار تسجل او مرات يطلعون ساعة او ساعة ونص مباشر فقط اي بالإذاعة كان عندنا استوديوهات البث المباشر واستوديوهات البث التسجيل اغلبية استوديوهات بالإذاعة كانت استوديوهات تسجيل وليس استوديوهات بث مباشر يعني تخيل كل إذاعة بغداد وصوت الجماهير والأفآم وكلها كان اكو استوديوهين فقط اللي هما بث مباشر اللي بعدين هاي لما سووا برنامج تذكر البث المباشر تفضلوا البرامج الصباحية هذه بس كانت live تنبث كل شيء سواء FM إذاعة بغداد إذاعة صوت الجماهير كل شيء كان مسجل يسجل على تيب وكل تيب هذا هو لمدة ساعة مادة إذاعية يسموه تيب إذاعي لمدة ساعة يسجلون عليه كل شيء وحتى إحنا بالأف أم من شانا والشباب يروحون يسجلون برامجهم يسجلون مادة لمدة ساعة يعني مثلا واحد يريد يسوي برنامج مثلا Golden Oldies اللي كان يسوي صفاء صفاء يروح يدخل الستوديو يختار غانية يسجل الصوت وبعدين هو يمنتجها يحط التقديم ماله لصوت والأغنية والتقديم والصوت والأغنية ويسوي كل على تيب لمدة ساعة ونصفطها هاي التيبات كلها حسب التسلسل لمدة 24 ساعة أو لمدة حسب فترة البث ويروح إلى قسم البث يسلمهم كل هاي التيبات يسلموهم أهل الأف أم يسلموها القسم البث وهم إحنا حاطين بها أوراق بين كل تيب أكو ورقة هاي ساعة الفلانية الساعة الأولى الساعة الثانية ساعة ثافة ساعة الرابعة مخرج البث هو بس يفتح ويركب ويركب يجي الشغل جاهز ما لأي علاقة اللهم القطع الوحيد اللي يسويه بين هاي الفترات لما قام يحطون الأذان لا آه لا صح صح لما ضافوا فترة موضوع الأذان هذا كان قبل ما كوا أذان بعدين ما دري شلون اجتي فكرة الأذان وقام ينقطع البث ويحطون أذان وحتى الأذان أيضا مسجل بس هو بس مجرد يعرف التوقيت أنه عنده جدول الأذان فيقول الآن هذا الأذان في الطب وقف التسجيل شغل تيب الأذان ويرجع يكمل البث مات حتى بالتلفزيون يوسف الاستثناء الوحيد عندنا كان اللايف هو نشرات الأخبار نشرات الأخبارية تمام بس هذا كانت لايف كل شي آخر بضمنها البرامج السياسية والحوارية كلها كان مسجل كلها كان مسجل لأنه كان استوديو بث واحد مباشر كان موجود اللي هو استوديو واحد بإذاعة بتلفزيون العراق هذا كان بث مباشر وبتلفزيون الشباب كان أيضا استوديو واحد فقط للبث المباشر وإذاعة بغداد شوف حجمها وكبرها كلها هذه كان أكو استوديو هين فقط بث مباشر الباقي أكثر من 12 استوديو أخرى كلها استوديوهات تسجيل بضمنها الأف أم أف أم ما كان عدها بث مباشر نهائيا كل البرامج كل البرامج حتى الحوارية انسجلها أول تسجيل وبعدين تتحط بكرة ويندز أنا برامجي كنت أسويها أيضا قلت لك شوكت طلعت مباشر كان برنامج كان من الترجم فورية هاي الترجمة الفورية صارت مباشرة ونشرات الأخبار نشرات الأخبار مباشرة مرة وحدة بحياتي سويت ترجمة فيلم نزلت الترجمة من الكمبيوتر على الهوى مباشر مباشر بدون تسجيل هاي كانت في وقتها تجربة مرعبة جدا لأنه كل الشعب قاعد يتفرج والفيلم نزل فيلم سهرة أذكر بطولة توم سيلك كان الفيلم من ترجمتي وأني سجلت الترجمة على ديسك كان قبل ديسكي يصير شبير كلش بقد الدفتر فسجلت الترجمة وما سجلتها على التايب يعني الفيلم نزل بالهوى وهو بدون ترجمة وأني قاعد باللايف بالترجمة فيلم السهرة شغال الناس دا يستورون على الفيلم وأني قاعد أنزل الترجمة يعني صعبة جدا لازم ترجم مباشرة ولازم العربي لازم أنت مصحيح هو كان مترجم ومتسجل على التايب بس أكل مرحلة ثانية أنه تحول أنت من التايب سوري من الدسك للتايب هو السبتايتل مسجل كجمل نعم بس الجمل لازم تتسجل فوق الفيلم هاي مرحلة ثانية من ترجمة الفيلم لأن قبل التكنولوجيا ما كانت مثل هسا هسا إحنا نترجم على التايم لاين يعني هسا دا ترجم أفلام عندي أترجم مع شركات كبزنس ماتي الخاص أترجم ويا شركات خاصة أفلام بس الترجمة حاليا صارت سهلة جدا على ملفات TRT وSRT سوري وعلى تايم لاين تشتغل وخلص قبل لا أنت تسمع الفيلم جملة بجملة يعني مثل قال اتت ترجم بيدك تكتب صباح الخير بالقلم أول شي بعدين قلها كيف يمكن أن أساعدك أي فترجم كل هذا الحاج وبعدين هذا اللي أنت كتبته يروح لقسم الطباعة يطبعه على شكل كروت كل جملة تنزل بكارت وحدها نعم وبعدين المرحلة الثالثة من بعد أنت أول شي ترجمت بعدين طبعه لك تروح أنت المترجم مرة ثانية تأخذ الدسك هذا بيدك وتروح بستوديو التسجيل يطوك شاشتين عندك بالجهاز اللي أنت دا تشتغل به خط جاي لك الفيلم بدون ترجمة وخط راجع منك لجهاز التسجيل بالستوديو مع فيلم وترجمة أنا عندي شاشتين شاشة داخل فيها الفيلم الأصلي وشاشة طلع بها عندي الترجمة وشاشة اسمها الـ Air شاشة الهوى اللي هي أشوف فيلم مع ترجمة نعم فأني قدامي موجودة بالـ Preview عندي الصباح الخير أول ما سمعت قال Good morning أدوس أكو زر اسمه Preview to Air أدوسها راحت من الـ Preview سعدت على Air وتسجلت وهكذا يظل يستلم إلى نهاية الفيلم أظل قاعد أسوي هاي العملية بس أدوس إلى أن أخلص أسمع وأدوس هس قلت لك العملية صارت كلها Automated هس صارت كلش متطورة حتى بالكلام ممكن تحكي هو أوتوماتيكيا تحكي يصبح لك على الشاشة اي وإذا لغتك وافحة هو يترجم لك أصلا هو يترجم أوتوماتيكيا اي أوتوماتيكيا بس ما مضمونة جدا نعم اي فبس هذي يعني شا قلك جزء من هاي من صعوبات التي تواجهتها يعني هي مو سهلة العملية أنه أنت تترجم بشكل فارغ وطلع مباشرة على الصعوبات وخوف وقلق طبعا لأنه شوف القلق أنت عندك مو بس من ناحية يعني السرعة الإنجاز عندك القلق من ناحية أنه ما تريد تغلط ما تريد ينتقدوك يعني أنا مثلا تدري منه كانوا المنتقدين الأساسيين ماتي بالترجمة منه قاعد يراقبيني شون احنا نقول بالعراقي قاعدين يركبون نص كانوا على شغل يراقبوني منه يعني هم المترجمين الأساسيين ما لي داعهم لا أساتذتك أساتذتك بالأردن يقول لي يا بي أنا مرة ترجمة هو من العظمية بس لي وبدأ يحطي بها الطريقة ف دكتور منذر مرة غلطت بترجمة وودد لينز الكلمة هذه ما أنساها أبدا اللي أنا غلطت بها وودد لينز يعني الممرات اللي تتمهد بداخل الغابة الطرق ما الطريقة الغابة يعني أنا ترجمتها الممرات الخشبية خلص لزموك عليها لزمت لقاني من باب قسم اللغة الإنجليزية طبيت للقسم ده سلم ده قل غسل غسل شاني قل يا بي وودد لينز معناها ممرات خشبية ويمشي ورايا ويقول لي هلاو أبو ما المرات الخشبية قلت لك فضحتني الله يخليك قلت لأ والله أولا النص ما نشوفه تتعرف يعني مثل بالجزيرة ممكن تترجم برامج وثاقية وأفلام يجي نص الفيلم ويا الفيلم فأنت تشوف تشوف النص قدامك وترجم احنا بتلفزيون شباب ما كنا نشوف النص نسمع مرات الإذن تغش أنت ما تسمع مثل ما ينقال مضبوط صح صح كنت عا سمع وأكتب وهذا وقف لي على الكاليم قولة توتة صحيح أنه تقول لي الممر الخشبي من هي شي يعني بس يعني كانوا يعني بنفس الوقت هم مو هدفهم أنه يجرسوني أو يفضحوني بالشقة هو كانوا حابيني بالعكس حابين أنه أنا ابنهم ده أطلع هذا الشغل وكذا بس يعني فأنت تكون قلق دائما يعني قلق أثناء العمل وقلق وراء العمل ليكون أحد يكتشف لك غلط ومرات صدق أو لا تصدق أكو كلمة أني طول الفيلم سماعتها بهالطريقة وإلا على الهو أكتشف هذا ما قال هيتشي الكلمة هذه ما كانت هيتشي هيتشي أتخيل أنا أكتشفت غلطة نفسي نعم وفعلا أجلد نفسي أقول ليش غلطت وشلون غلطت وسويت هاي الغلطة هذا يصير جدا يصير لأنه إحنا بشر وبالأخص بالترجمة بالأخص الفورية تسمعها ومباشرة تريد تحللها أو تنطيها للكلمة الصح فمرات في موقف هاي الكلمة تروح من رأسك بالضبط ما عندك اختيار أنه هاي شريد أقولها لأنه الترجمة التحريرية ترجمة التحريرية أنت تقدر تمسح وترجع وتأيد وتغير بس بالفورية من قلتها خلاص راحت اللي بعد لأن الحشي مستمر ما حتى تقدر توقف اللي دايحشي فهاي يعني هاي التقيت التقيت بعدي لطفي تمام طبعا طبعا جدا شنو شنو الدور الله يرحمه عدي وياك عدي يعني أنا من تعرفت عليه هو كان أصلا بروديوسر بإذاعة الأف أم وكان هو صباح يعني يعتبرون من هم الأساس وإنما هم بروديوسر يعني من أعمدة الأف أم بالضبط هو الأعمدة الأساسية بالضبط بالضبط عدي لطفي يعني أيضا في وقت تذكر حجة لك على موضوع قسم الأقمار وشنو كان أهمية قسم الأقمار فكانوا يعتمدون اعتماد شبه كلي يعني إذا أقول لك 95% يمكن من الموارد اللي تجيهم كانت تجي من يمنى من قسم الأقمار هاي الفترة اللي أنا اشتغلتها من 93% إلى 98% أي يعني أنا شغلي شون يقول لك بالباكراوند كان أقوى من الفورغراوند بس أكوى غاني يعني هسا أنت من قلت لي أريد كوية يعني ذكريات كوية يعني يعني أوكي يعني يعني ولا فخر أنا ما أريد أمدح بنفسي لكنه هذا إنجاز أنا لازم أقوله اللي عرف العراقين علياني هو زيادة يعني أنا وأعوذ بالله من كلمة تانية مثل ما يقولون كنت أصدرت بأي سنة هذه 94 94 أنا عرفت يعني عن طريق تزجيلات الجزيرة آه لا أنا عرفها من أنا عرفها من نهاية الثمانينات الآن نجي على يعني يعني لأني كنت أعرفها ولأني كنت متابعة ومعجب بيعني جدا فراحت فرح شديد جدا لما أعلن أنه ورح يسوي ورح يسوي لايف أد أكروبولس ولأول مرة رح ينزل بحفل لايف هو وفرقته ورح يروح لمسقط رأسه باليونان وأصل أجداده ويروح بمنطقة الأكروبولس بأثنا ويسوي هذا اللايف فطبعا يعني جنة جنوني في ذلك الوقت وفراحت فرح شديد جدا وتحمست ورحت أبلغ كل واحد يشتغل بالإذاعة في ذلك الوقت والتلفزيون أنه ياني حيسوي حفلة يا ناس تمام والكل مني يعني يعني هذا شبي هذا مخبّل يعني واني مثل الجال الفرح لعبالك مدري ما حيصير وهذا لكلهم نعم شون يعني ومنه هذا وليش كنت نروحك عليه المهم ف من وصل له الخبر للأبي ما للإذاعة قال لا ما يريد ما يطع لأنني كنت أريد أربط اللايف باللايف يعني كان جاينا المصدر من القمر الآسيوي جايتنا الحفلة وجد نزلت أيضا على القمر الأوروبي وإحنا كان عندنا أكسس إلها لأنه دافعين أوكي أوكي وقدت لهم خلي نربط لايف هذا حدث عالمي تخيل السي أن أن غطت الخبر السي بي أس الأمريكية القنوات الأمريكية كلها قامت تحكي عن الحدث قالوا لا مو مهم موفيت شي فبوقتها حطوا أذكر فيلم سهرة عادي وهي شي شي وراح يعني أنا سويت سجلتها راح الجدل لأنه راح بمنطقة أثرية وشانوا خايفين أنه احتمال الآثار تتأذى وبتعدوا مسافة معينة عن الأكروبوليس حتى لي الذو طبعا هاي التفاصيل كنا كانت تنحشي بالأخبار نعم فالابن بذاك الوقت قال وين حفلت يعني لا أول مرة نوي بعدين طلبها نوي بس من قام يسمع والموضوع صار بأصداء والأخبار تحشي ومدري منه قال وين حفلت يعني أريد جيبونا حفلت يعني عرضوها وإحنا بوقت طلبنا طلبنا وأني طلبت قالوا لا ما يقبل فأنت مسجلها أورا مسجلها أنا فإجاني سألني مدير التلفزيون قل لي زياد يطلبوني حفلت يعني ما دي شروع شويت بيها جدك من الله جدك من الله قلت له ها هزا صرت وطلبوها أول شيء قلت لكم ما حد دار لي بال دا تقولوا لي هذا منه منه يعرفه قلت له لا تخاف مسجلها موجودة كلها كاملة والله صدك جدي فأنت قلت له يلا فرح جابها الحفلة أخذناها شنا منها إعلانات رتبناها مدري شين وكل شيء وانطلقت أول شيء أذكر نزلت بفترة الظهيرة كان جمعة جنا كل جمعة يحطون فيلم ظهيرة عربي نزل بدل الفيلم العربي حفلياني بعدين من هلقد ما صار ردود أفعال قوية والشعب العراقي أعجل الموسيقى وصار يعني ضجة جماهيرية غير عادية على هذا الحفل مالياني ساعة ونص ساعة ونص وعيد أعدناها سهرة أنا أذكرها رحت شريتها عيد هاي الفخرة من تسجيلات الجزيرة من بيدو دخلت دخلت علي بيدو يعرفني يعرفني أنا أعشقياني لأن ما أخذ الألبوم السلسلة من 1988 تصاعد أنا مجمع كاسيت كاسيت فأول ما فتت طفت ما أساها طفت المسجلات وشوني سجلت كل من سيديات ونقاوة الصوت عندها فتشي خرافي فقل لي رح سمعك فتشي حط الكاسيت ما يعني شغالي أكربولوس أكربولوس قلت لهذا شنو كان نقول لي هاي السلم نزليها جديدة ساعة ونص تي دي كاي أحمر ما أنساها فضيعة كانت 90 دقيقة أي قلت لجيبة أي أنا بوكتها يعني سويت نسخة إلي أيضا VHS من هاي الحفلة أولتها بالإذاعة وتلفزيون من يوماتيك على VHS واحتفظت بيها إلي يعني من بعد هذا النجاح الكبير بدي يكرر فكرتي سوي حفلات طبعا سوا وراها حفلة تاج محال وحفلة سور الصين العظيم وانطلق بهذا الموضوع بس هي كانت الشرارة الأولى هذي حفلة الأكربولوس اللي يعني الحمد لله أنه لولا أنا سجلتها ما كان كان راحت standing in motion من هذه الحفلة بعدين أيضا من كثر ما عشقها الشعب العراقي بدأوا تلفزيون الشباب كل يوم بالليل ساعة عشر بالليل ينزلون عليها أسماء الكادر اللي كانوا مشتغلين بذلك اليوم بالشفت من مخرجين مصورين مونتيرية مذيعين مقدمين معدين مترجمين كلهم يحطوهم بذلك اليوم على موسيقى standing in motion صارت موسيقى يعني صارت نشيد وطني صارت نشيد وطني هي مو بس هذه الموسيقى إنما أكو غير موسيقى الثانية استخدموها لفلام لبرامج بالضبط بالضبط طبعا هواي هواي أشياء بالإعلام كان الإعلام تذكر في وقته العراقي أيام زمان كان كله مضيعين مخضرمين وصحفين مخضرمين يعني الشباب ما كان لهم يكون دور أساسي لكنه وجودهم كان بهذه الفترة وانطلاق تلفزيون الشباب مهد بعدين المستقبل لأنه الشباب والخريجين الجدود اللي حبون يدخلون الإعلام صار عندهم أمل أنه إحنا نقدر ندخل بهذا المجال ونقدر نبدع به لأنه إذا ما قبلنا التلفزيون العراق ممكن نروح بتلفزيون الشباب وفعلا هذا اللي صار هذا اللي صار أي فترة بها سنة أنت بالضبط تركت التلفزيون وتركت أفعام بغدال يعني الاستقالة النهائية كانت بالـ 98 98 قبل ما تسافر أي هي هاي أنه انقطعت صيلتي بالإذاع والتلفزيون وكنت بالمرحلة الأخيرة من مناقشة رسالة الماجستير كنت مرحلة الطباعة يعني منتظر موعد المناقشة وبمجرد ما خلصت مناقشتي لأن كنت في تلك الفترة قدمت على قناة الجزيرة وأخذت اختبار قناة الجزيرة ونجحت به فخلص يعني ورها بديت أعد العدة لمرحلة جديدة أخرى من حياتي اللي هي مرحلة الغربة فاتغربت من بعد من هذه الفترة إلى هذا اليوم بره صرنا بس قلبي بالعراق قلبي بالعراق دائما كل ما قلبنا بالعراق ودائما أقول يعني العراق هو حقيبة ذكريات أشيلها على ظهري وين ما أروح يعني هذا الشيء دائما أقوله هذا تاريخنا ما ممكن ما ممكن إنسان يتنصل من جذرة بالضبط بالضبط يعني عراقيا ما ممكن نتنصل من جذورنا أبدا يعني زياد اللي عليه هو اليوم هو ابن هذا نتاج هذه التجارب الأولية صحيح يعني العراق كان أول مدرسة إلي هو كان أول جانع إلى الفضل إنه بالضبط كان أول بكالوريوس أول ماجستير أخذت بالعراق أول مايكروفون يعني حشيت به هو بالعراق أول شاشة التلفزيون طلعت بها كانت من العراق فما أقدر أنسى بلدي أبدا ولا أقدر يعني هو لهو يغادرني ولا أنا أقدر أغادر رغم أنا كل هالسنين يعني أنا خلص فمن 2004 من بعد هذا المشهد المرعب اللي شفته ما رجعت أبدا البغداد ولا شفت بغداد إلى اليوم إلى اليوم أنا ما شايف بغداد أنا طلعت سافرت بال2010 فأنا عشت الأحداث تقريبا أغلبها أغلبتها فشفت هاي المواضيع كلها قدام مولي عشوها الطبع أو بيها أي يعني تألفوا معها صعب صعب لا ما تطبع أنا عن نفسي يحكي صعب أنه أطبع برادة وينطون المفهوم الخاطئ ما شون عنه مفهوم خاطئ نحن متعلمين على النظام ما متعلمين على مفهوم خاطئ صعب تطبع عليه ولهذا كان هو القرار أنه لازم أسافر أنا أحافظ على ما تبقت من عندي أو من ما أنا مؤمن به خدام حلقتنا لهذا اليوم رح نسمع أغنية جيمس آرثر إمباسيبول وإن شاء الله نشوفكم بالمرات القادمة وشكرا زياد شكرا جزيلا حالا قد نزل ممتعة وياك ومعلومات كلش حلوة شكرا وإن شاء الله نعيدها مرات ومرات أكيد 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 إن شاء الله بس يعني أرجو أنه ما يكون يعني ربما زعلنا ناس أو قهرنا ناس لكنه هذه ذكريات وهذا تاريخ كان لازم ينحجي يعني على الأقل من رؤيتي أنا الشخصية لهذه الزاوية من التاريخ شكرا زياد شكرا على أحلى اللقاء شكرا على هذه الذكريات الحلوة اللي أمتعتنا بها وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير ترجمة نانسي قنقر شكرا على اشتركوا في القناة شكرا على اشتركوا في القناة